بهذه المنطقة بضواح مدينة طنجة سيتم إحذات مدينة محمد السادس طنجة تك فعلى مساحة ألفين هكتار سيتم إنشاء منشآت ومركبات صناعية واقتصادية لتعزز من مكانة جهة طنجة طوان الحسيمة وتتوازد هذه المنطقة بالقرب من بنيات تحتية مهمة وشبكة للنقل من مستوى عصري إضافة إلى منشآت صناعية عالمية مشروع مهم سيتم تنميه في المساحة التي تصل إلى ألفين هكتار إن شاء الله من 10 سنين ومرحلة أولى 500 هكتار وهذا المشروع هو انعكاس مباشر على أرضية الواقع من جهودات صاحب الجلالة من خلال زيارة الملكية العديد من الدول وبالخصوص أو ما يخص هذا المشروع جمهورية الصين الشابية مشروع مهم لأنه هو استثمار الذي يوصل إن شاء الله لحوالي 10-11 مليار دولار في مدة 10 سنين يحمل في طياته العديد من البرامج الصناعية كصناعة سيارات وصناعة الطائرات التي عرفها فيها المغرب النمو مهم وكذلك صناعة تغذية برامج الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة وبرامج أخرى منها كذلك برنامج سياحي للعبل والهدف من هذا المشروع هو خلق دينامية أو المساهمة في التنمية ودينامية اقتصادية في الجهة وفي المغرب بصفة عامة هناك رفع الصادرات إن شاء الله اللي كانت نتظروا باش ترتفع بـ 15 مليار دولار والمهم فهذا كله هي خلق مناصب شغل المواطنين والساكنة للجهة بصفة خاصة حيث ينتظر خلق 100 ألف مناصب شغل في مدة 10 سنين كانت منه بكل صدق النجاح للمشروع وهذا كما يعرف الجميع من أول أولويات لصاحب جلال الله ينصروا باشترجع هذه المجهودات بمنفع المواطن وتحسين ظروفه وهذا هو المهم وإن شاء الله ما يكون غلقا الجميع إحداث مدينة محمد السادي ستانجا تاك والذي سيتطلب استثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار يأتي في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي يؤكد دعم الشراكة المغربية مع العديد من البلد إنه بالفعل تطوير للمناطق الصناعية في العالم الذي شهد قفزة نوعية فاليوم نحدث مدن صناعية وليس مناطق صناعية والتي هي مدن ذات مستوى تقني عالي وهذا ما ينطبق على مدينة محمد السادس تانجا تيك فهذا المشروع سيمتد على ألف هكتار وسيستقبل 300 ألف من الساكنة ويتوقع أن يحدث 100 ألف منصب شغل في ظرف عشر سنوات وهذا ما سيتم تحقيقه باستثمار قيمته 10 ملايير دولار أي 100 مليار درح وينسجم هذا المشروع مع مفهوم وروح الجهوية المتقدمة والذي خول للجهة وسائل وآليات ملائمة لخدمة مصالح الساكنة والتأكيد على الدينامية والقدرة على العمل المستقبلي وروح الانفتاح على الخارج هذا المشروع الجهة في إطار تنفيذ الاتفاق الستراتيجي الذي كان وقعه جلالة الملك بمعية فخامة الرئيس الصيني في مايه 2016 وبيقامت منطقة صناعية كبرى التي تسمت بمنطقة صناعية الساكنية الكبرى التي سيكون هناك أكثر حوالي 300 ألف ما بين السكان وما بين العاملين وبالنسبة للصينيين فإن هذا المشروع يدعم قدراتهم التنفسية الاقتصادية الخارجية ولسيما في القارة الإفريقية فهو مشروع مهم يعزز من الجاذبية الاقتصادية للصين ويسير توشهات خلق تعاون مع الدول الناشئة ويعد المغرب بالنسبة لهم منفدا إلى إفريقيا وأوروبا اختيار مدينة تنجا لاحتضان هذا المشروع لم يكن محد الصدفة بل نتيجة الموقع الجغرافي المتميز لهذه المدينة على بعد 15 كيلومتر فقط من أوروبا وللبنية التحتية الجيدة التي تتوفر عليها وخاصة من تنجا المتوسطي والمرافق المرتبطة به ويعد إحداث هذا المشروع من قبل مجموعتين اقتصاديتين مغربي وصينية تجسيدا لمصاري الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المغرب والصين والمنفتح على آفاق مستقبلية وعدة هذا المشروع ليس فقط لتنمية المغرب بل هو مشروع ضع لتنمية إفريقيا بكاملها فجميع المشاريع التي سيتم إنجازها بهذه المدينة مخصصا للتصدير إفريقيا وكذا إلى أوروبا حيث تربطنا اتفاقيات للتبادل الحر وكذلك باتجاه أمريكا فأصدقائنا الصينيون عندما يتكلمون عن استثمار ما بين 10 إلى 11 مليار دولار في ضرف عشر سنوات فليس ذلك مجرد إعلان بل هو واقع ولهذا فعلى المغاربة أن يفتخروا بهذا الإنجاز الكثير لابنة مهمة في مصاري تعزيزي جادبية جهة طنجة طوان الحسيمة كقطب اقتصادي وصناعي على الصعيد الوطني وقدرة تنافسية على الساحة الدولية مشروع إحداث مدينة محمد السادس طنجة تاك بما وفر لها من إمكانيات ومؤهلات سيكون نموذجا